موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واخبار النادي الاهلي صباح اليوم الاثنين الموافقة 27 مايو 2024 وابرز تصريحات مارسل كولر مع ابراهيم فايق على قناة ام بي سي مصر تعرف على الفرق المشاركة في بطولة الفيفا الجديدة والتفاصيل الكاملة لايقاف رمضان صبحي بسبب المنشطات حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر لمواجهتي بوركينة فاسو وغينيا بيساو وفي البداية من انساش نعمل لايك الفيديو واشتراك في القناة ظهر لأول مرة المدير الفني للنادي الاهلي مارسل كولر مع الاعلامي ابراهيم فايق في أولى حلقاته في برنامج الكورة مع فايق المزاع عبر فضائية ام بي سي مصر تو وتحدث في عدة موضوعات مهمة تخص لاعب الاهلي ومشاركاتهم مع البطولة التي توج بها وكان آخرها دوري أبطال أفريقيا رقم 12 على حساب نادي الترجي التونسي بالإضافة إلى الأزمات التي مر بها مع بعض اللاعبين وكواليس تعاقده مع النادي الاهلي وعلاقته بالجمهور ونعرض أبرز عنوين وما قاله المدير الفني في التصريحات التي أدل بها عيسو قال كولر لا يوجد لدي حب وكره والجماهير تطالبني بالنسخة 13 من الآن مارسل كولر أوضح سبب عدم حبه للقب الذي أطلق عليه من قبل جماهير الاهلي في مقابلة تلفزيونية مع إبراهيم فايا هل سيجدد الأهلي تعاقده مع علي معلول ورد غير حاسم من كولر عيسو تحدث المدير الفني قائلا عما إذا كان سيتم تمديد التعاقد مع المحترف التونسي في صفوفهم علي معلول من عدمه قال هذا تخص الإدارة ولا تخصني على الإطلاق ولكن علي معلول سيجدد بالتأكيد أيضا تعاقده مع النادي الأهلي أما كواليس قرار اعتماده على كريم فؤاد بدلا من علي معلول حيث أن كريم فؤاد نشيط ولاعب متميز كولر يكشف كواليس التعاقد مع مودست ووسام أبو علي ورحيل مودست مع نهاية العام أكيد وأهمية إمام عشور كلاعب وسط من أهم لاعب خط الوسط في مصر هل هناك مشكلة بين الشناوي وشبير؟ كولر يجيب ليس هناك أي مشاكل في اللحظة الأخيرة كان هناك محمد الشناوي يريد أن يلعب النهائي أراد محمد الشناوي اللعب في نهاية أفريقيا ولكن وأوضحت له أن مصطفى شبير هو من سيلعب النهائي أخبرت محمد الشناوي بأن قراري هو الدفع بمصطفى شبير وأن هذا قراري النهائي وهذا لأنني إذا دفعت به والتحم مع أحد اللاعبين ستتجدد إصابته مرة أخرى ويسألني الجمهور لماذا فعلت هذا بقائد الفريق أكدت لمحمد الشناوي بأنني سأقيم موقفه بعد معسكر منتخب مصر القادم وأتعامل مع اللاعبين بشكل محترف مع كل اللاعبين أما مارسل كولر أوضح أيضا قائلا سعيد برؤية جماهير الأهلي وأحزن عندما أستبعد أي لعب حيث قال إن جماهير الأهلي هي أفضل جماهير في العالم وتطالبني بالنسخة رقم 13 في أفريقيا بعد فوز النادي الأهلي بدور أبطال أفريقيا الفرق المشاركة في بطولة الفيفا الجديدة انتر كونتينتال الجديدة عيث ضمن الأهلي مشاركته والعين الإماراتي أيضا فالفرق التي ضمنت أو المشاركة هو بطل أفريقيا وهو النادي الأهلي بطل آسيا العين الإماراتي بطل أوكيانوسيا أوكلاند سيتي النيزولندي بطل أوروبا وهو الفائز من ريال مدريد وبروسيا دورتوموند بطل أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية لم يتحدد بعد هذه البطولة الجديدة بديلا لكأس العالم للأندي نعود إلى رمضان صبحي وهذا ما كشفه الإعلامي أمير هشام على قناة النهارة أن لجنة المنشطات خاطبت بيرمتز وأكدت إيقافه لحين تحديد جلسة بعدما تم الكشف عن إيجابية العينة يوم 3 أبريل الماضي وطلبوا رد من اللاعب على فساد العينة ورد بعدها يوم 9 أبريل من نفس الشهر كما أضاف أمير هشام قائلا إيقاف اللاعب جاء قبل ساعات قليلة من تجمع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الذي كان يتواجد فيه اللاعب بعد تواصل حسام حسن معه واستنكر أمير هشام توقيت الإعلان عن العقوبة قبل تجمع لعب المنتخب الوطني حيث أوضح أنه كان من الأولى إعلان إيقافه في وقت سابق ومن وقت رده على فساد العينة إذن رمضان صبح بعيدا عن منتخب مصر وبعيد عن مباريات بيرامتز بعد إيقافه لحين البت في هذا الأمر أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن قائمة المنتخب لمبارتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو مباراة بوركينا فاسو يوم 6 من يونيو المقبل وغينيا بيساو يوم 10 من يونيو خارج الديار وجاءت القائمة في حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شبير ومحمد عواد والمهدي سليمان في خط الدفاع محمد عبد المنعم ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأحمد رمضان بيكم ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي وأحمد فتوح في خط الوسط مروان عطية حمدي فتحي أحمد نبيل كوكا إمام عشور أحمد سيد زيزو وناصر ماهر ومحمد صلاح ومصطفى فتحي ومحمود حسن تريزيكي خط الهجوم مصطفى محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أفا ومحمد شريف هناك 9 لاعبين من النادي الأهلي بما فيهم محمد الشناوي ومصطفى شبير حارسة مرمى النادي الأهلي أما من نادي الزمالك محمد عواد أيضا في حراسة المرمى أحمد فتوح ومحمد حمدي أحمد فتوح في خط الدفاع وأيضا في خط الوسط أحمد سيد زيزو ومصطفى وأيضا هناك في خط الهجوم ثلاث لعب أو أربع لعبين من نادي الزمالك في منتخب مصر ولكن هناك 9 لاعبين من النادي الأهلي أما موعد مباراة الصوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك في المملكة العربية السعودية هذا ما أعلنه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حيث حدد موعدا مبدئيا لإقامة مباراة الصوبر خلال شهر سبتمبر المقبل بالسعودية على أن يعلن عن الموعد الرسمي في وقت لاحق وتعد هذه المواجهة فرصة مثالية لعشاق كرة القدم للاستمتاع بمواجهة تاريخية تجمع بين الأهلي والزمالك في قارة أفريقيا وسبق وفاز الأهلي بالصوبر الأفريقي 8 مناسبات في حين توجد زمالك في أربع مرات سابقة التقى الأهلي والزمالك في مناسبة واحدة فقط في الصوبر الأفريقي كانت عام 1994 وفاز الزمالك بهدف في هذه المباراة كل توفيق إن شاء الله للنادي الأهلي وفي النهاية أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته